أثبت منتسب قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية جهودهم العظيمة وكفاءتهم التي يتمتعون بها من القدرات والإمكانيات العسكرية المعاصرة في حماية مكتسبات وإنجازات مملكة البحرين نعم هذا الدور الوطني الذي يقدمه أبطال منتسبي القوة العسكرية والأمنية ساهمت في تعزيز مسارة التنمية وترسيخ أمن واستقرار المملكة منارة مضيئة في سماء مملكة البحرين ودرع منيع قائم على حماية مكتسبات الوطن فها هي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية القوة المتكاملة التي تتمتع بالكفاءة والإمكانيات العسكرية والأمنية المعاصرة وعرفت بجاهزيتها ومستواها العالي بكافة وحداتها وإداراتها بجهود أبطالها ورجالاتها عبر برامجها المتقدمة ومنظوماتها القتالية الحديثة وعلى مر العقود حملت مسيرة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة تأسيس مراحل حياة منضبطة للمؤسسات العسكرية والأمنية للدفاع عن حياظ أمن الوطن فالتضحيات التي بذلت ستبقى محفورة دائما في قلوبنا ومحل فخر واعتزاز في وجدان الجميع لتظل هذه الأرض واحة الأمن والأمان وموطنا للسلام وتعزيزا للأمن والاستقرار يبذل أبطال البحرين في القطاعين العسكري والأمني دورا وطنيا كبيرا في الحفاظ على سيادة الوطن ودعم مسارات التنمية الشاملة من خلال المواصلة في تأدية واجباتهم في الأرض والجو والبحر وفي جميع مهامهم الموكلة لهم أو من خلال التمارين والتحالفات المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة إلى ذلك دائما ما نرى المجال الإنساني العسكري يقطع أشواطا كبيرة في توثيق العديد من المساهمات الإنسانية التي نفذتها قواتنا العسكرية والأمنية لتكون في قلب المنظومة الدولية في مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام وإيقاثة المحتاجين